تتزين الفتيات الصغار بالذهب البحريني المميز وخصوصا في عيد الفطر المبارك فالذهب البحريني يطفي جمالا وأناقة إثرى بريقه الخاص ويحرص أصحاب محلات الذهب على طرح كل ما هو جديد في عيد الفطر المبارك ليرضاء ذوق المرأة البحرينية بريق أخاذ تجسده تصاميم تراثية وعالمية تقدمها محلات الذهب في البحرين لتمنح الفتاة البحرينية رونقا خاصا في أيام العيد فهذه القطع الجميلة ذات الصياغة التراثية الممزوجة بالتصاميم الحديثة صاغتها أنامل بحرينية حتى أصبحت علامة بارزة من علامات الذهب البحريني في أيام الأعياد أن تكون كولكشنات تنزل أول بول بشكل حديث للكبار وللأطفال يعني نلاقي كولكشن واحد لاين كامل خاص فيه للأطفال وفيه للكبار فيه مختلف الأحجام والأشكال طبعا التصاميم القديمة دمجناها مع الحديثة خذينا التراثي القديم دخلناه مع البحريني الحديث ومع الإطالي الحديث دائما أو أغلب التصاميم عندنا تكون مستوحى من القديم القديم مثل سلاسل الآيات أو العبارات أو كرسي جابر أو البناجر أو حب الهيل اللي كانوا يلبسونهم طبعا من ثاني ثالث العيد الإقبال ما شاء الله على الذهب للأطفال يزيد نلاحظ أن الأمهات دائما يبون بناتهم عندنا المحل المبلغ اللي يمعون من العيد العيادي يحاولونه لشيء راح يلبسونه من المجوهرات سواء من ترجية من خاتم من أسورة ودائما أيام العيد يعني أكثر الأيام اللي عليها إقبال للمجوهرات سواء للكبار ولا للأطفال البحث عن التمييز والأناقة أصبح هاجسا لدى النساء في البحرين ما شجع الفتيات الصغار على تجميع العيدية والتوجه لمحلات الذهب لشراء قطع متميزة أسوة بأمهاتهن وجداتهن اليوم أنا يأيت عشان حصلت عيدية وشاريت سلسلة نفس يدتي والسلسلة كانت حلوة ووايد واليوم شاريت الذهب حلو وشاريت حق يدتي وحقي حصلت عيدي ووايد اليوم ويأيت أشتري مضاعد وسلسل على هلوكتي وحب هلوكتي ووايد الذهب البحريني بدقة صياغته ولا معانيه المتميز كان ولا زال محط أنظار العالم لما يتميز به من جودة في الصنع وروعة في التصميم لذلك تفضل النساء في البحرين كبارا كانوا أم صغارا على اقتنائه والتزين به في مختلف المناسبات لتكون لهم طل خاصة في أيام العيد تصاميم ذهبية عالمية وتراثية صاغتها أيدي بحرينية بحرفية عالية تقدم للفتيات بمختلف أعمارهن من خلال تصاميم فريدة ومبتكرة يغلب عليها الطابع التراثي لتتزين بها الفتاة البحرينية وتكمل أناقتها في أيام العيد خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر